استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كارم جبر وذلك في إطار التنصيق بين الهيئة والمجلس لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الراغبة في التوطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال هذا اللقاء أكد المستشار رئيس الهيئة أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل في مصر لتوطية العملية الانتخابية وأشار إلى أن التوطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية